عايز أعمل مقارنة كده ما بين بطولتين من ناحية وبطولة السنة دي 22-22 الكاميرا كابتن أنت لعبت مع الجنرال في كاس العالم 90 ويعني ما كناش يعني مش هحسب أول مرتين مع أنهم يسجلوا في التاريخ يعني بس كان الحدث الأبرز في كاس العالم 90 في إيطاليا وكاس الأمم الأفريقية 98 وإحنا كنا رايحين يعني كلنا خطين إيدنا على قلبنا ما تزعلش منه لا عندك حق فيه تشابه كبير جدا جدا ما بين 98 والبطولة دي ويارب إن شاء الله البطولة يعني تكمل وناخد الكاس التشابه هاخد على مستوى على مستوى التحضير على مستوى يمكن قبل ما نطلع لبطولة بوركينة فاسو 98 حتى الكابتن جوهري كان ليه تصرحات ويحقرنها ما بين تصرحات وما بين كروش الكابتن جوهري عنده زكاء الكابتن جوهري حاول يرفع الضغوط على اللعيبة بشكل أو بآخر فقال إن إحنا هنروح عشان يعني لو وصلنا المركز 13 يبقى كويس فكان فيه صورة كبيرة جدا على الكابتن جوهري إزاي يقول كده لكن إن شاء الله عندنا ضغوط فيه فرق إنك تتطلع للإعلام ودهول كده وفيه فرق إنك توصل للعيبة هذا التصور كابتن جوهري اجتمع بينا وقال لنا إحنا رحينا البطولة علشان إن شاء الله بإذن الله عنا على البطولة يعني عنا على البطولة ده عكس الكلام اللي تقال في الصحافة وبالتالي اللغة الحوار بتاعت المدرب لها شقين إزاي بتتكلم مع لعيبتك وإزاي بتطلع في السوشيال ميديا أو بتتكلم في المؤتمرات الصحفية ده اختلاف تام حتى ممكن جدا على مستوى التشكيل على مستوى الاختيارات بيكون الكلام ده موجود التشابه الآخر زي ما أنت قلت كده بـ 98 ما كانش الناس عندها طموح إن احنا ناخد البطولة تقريبا نفس الأتموسفير ده موجود هنا قبل دلوقتي يعني خلينا نتكلم على دور المجموعات ما كانش عندنا يعني عايزين نوصل للدور اللي جاي أو نوصل للمربع الزهبي أو 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 الطموحات اتغيرت بطولة 98 كمان من الحاجات المتشابهة جدا إن احنا في الدور الأولاني كنا عايزين نطلع أول مجموعة كان معنا طبعا المجموعة اللي كنا حنقابلها كان فيها ساحل العاج مزبوط فكان إحنا بنحارب إن احنا كسبنا أول ماتشين والماتش التالت مباراة المغرب اتغلبنا 1-0 جون مصطفى حجي من 18 الدول اللي شايتكرر تاني ده لو هو شخصيا العجل 10-000 مرة بسروق كده يعني أنا أفاكر اليوم ده كويس قوي لإن بعد الماتش على طول كنت زعلان جدا يعني دخلت قدت اللبس زعلان جدا ويعني خلاص طلعنا تاني المجموعة وبالتالي هتقابل أول مجموعة التالتة كان انصح للعاج فكنت زعلان جدا وكنت غضبان لإن آه كنا عاملين ماتش معتدل دفاعيا لكن الجون طبعا كنت زعلان فخدني الكابتن جوهري جوا قدت اللبس يعني خدني كده على جنب وقال لي ما تزعلش وانت خلي بالك البطل اللي عايز ياخد البطولة يقابل أي حد هنستعد كويس وإن شاء الله ربنا معنا دي المحاضرة تقلبت لبالليل ومحاضرة جماعية كابتن جوهري قال في ده البطل اللي عايز يكسب يكسب أي حد هنقابل سحل العجل كان فرقة قوية جدا 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 والكل كان بيخاف منها اللي عايز يكسب هنحضر نفسنا كويس وعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا نفس السيناريو حصل إن احنا قابلنا سحل العجل في البطولة دي ولعبنا وقت إضافي وضربات الجزاء 5-4 كسبنا 5-4 وكمان الأجمل إن إحنا بعد ساحة العجل كنا هنلاعب دور نصف النهاية على طول لأن عدد الفرق كان 16 أظن ساعتها فلعبنا بوركينا فصل هو صاحب الأرض زي الكاميرو نفس الأحداث تقريبا بالمناسبة مبارح 2 فبراير في كاس الأمة الأفريقية 2017 إحنا لعبنا يعني زي مبارح الماتش اللي قابل النهائي وكسبناه كان مع بوركينا فصل وكسبنا بوركينا فصل ضربات جزاء والحضر يشال آخر واحدة وقابلنا كاميرو في النهائي لعله خير إن شاء الله لكن كل ده يعني تفاؤلات لكن يبقى طبعا النهاردة بإذن الله 90 ديئة أو 120 ديئة أو حتى لو وصلنا للضربات الترجحية إن شاء الله أنا متفاعل إن شاء الله أننا نعمل حاجة كويسة